شخصة منذ أكثر من ألف عام تلك هي منارة من القرونيث النجف منارة كانت تنير درب الحجاج من خلال إشعال النيران فيها آنذاك للدلالة والإرشاد اليوم باتت مهددة بالاندثار والخفاء يقول خبراء في التاريخ إن الإهمال الحكومي بات يهدد الشواخص الآثارية والتاريخية دون اكتراث كانت تشعل فيها النيران ليلا وكذلك يعمل فيها الدخان نهارا هذه الشواخص أثرية وشواخص سياحية لها عمق دلالي سياحي وآثاري ترتبط تماما بهذا الطريق فإذا ما تم الاهتمام بها وإخفالها وزوالها راح يفقد بصراحة هذا طريق الحج البري قيمة رئيسية من قيمة المهمة اللي هي قيمة الدلالة السياحية والمنطقة الاثرية المهمة اللي بإمكان السواح أن يرتبطون إلى هذا الطريق من أجل رؤية هذه الأماكن دائرة الآثاري في النجف حذرت من تضرري 19 موقعا آثاريا بعد استئناف العمل بمشروع طريق الحج البري قائمة تمهيدية أعلنت عنها الدائرة تضم مجموعة من الآثار ومن ضمنها منارة أم القرون لدرجها على لائحة التراث العالمية تضرر المواقع الأثرية ومحطات الاستراحة التي يبرغ عددها ما يقارب 19 موقع والمنتشرة من منطقة الرحبة إلى الحدود السعودية فأقامت الهيئة العامة للآثار والتراث بتشكيل لجنة فنية متخصصة من الآثاريين لغرض وضع المحرمات المناسبة وعدم المساس بالمواقع الأثرية الموجودة بدأنا نعد القائمة التمهيدية والدراسة التفصيلية لإعلان هذا الموقع على لائحة التراث العالمية منارة أم القروني في النجف كأقرانها من المواقع التاريخية في العراق تستنجد الاهتمام كنوز باتت تتلاشى تدريجيا دون رقيب ما يهدد بطمس حضارة امتدت لآلاف السنين ويقول مراقبون أن النجف تحتوي على أكثر من 160 موقع آثاريا تمثل هذه المدينة بأبعادها التاريخية والدينية ما زالت غائبة عن الأنظار والاهتمام الحكومي من النجف محمد رزاق قناة التغيير